وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات واللي هتبدأ فعالياتها غدا وكان أيضا في استقباله لدى الوصول الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأعقب ذلك مال لقاء بين الزعيمين في قصر الشاطئ بأبو ظبي وتقدم رئيس في مستهله بخالص كمان التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي سائلا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان المستشار أحمد فهمي برضو المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أوضح أن اللقاء شهد كذلك تأكيد خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة واللي بتنعكس أيضا على مسار التنسيق بين البلدين الشقيقين بما يساعد على دعم استقرار المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط كمان تم التناول في اللقاء سبل أيضا تعزيز العلاقات المختلفة وتنمية أطر التعاون في مختلف المجالات وكمان مشاركة الرئيس السيسي في القمة العالمية للحكومات يعني لها وضعية خاصة هذه المرة في إطار أن مصر هي ضيف الشرف الرئيسي لنسخة هذا العام وسيادته كمان خلال هذه الفعاليات هيشارك في عدد من الجلسات الحوارية المهمة ومن خلالها أجل ستقدم الحكومة المصرية عرض لأهم الاستراتيجيات والأولويات سواء على المستويين الاقتصادي والتنموي كمان في ظل توقيت حرج وصعب والأزمات الدولية المتلحقة كمان خلينا أقول لكم كمان أن المشاركة دي هتعد الأكبر على مدار السنوات الماضية ومصر بتشارك بوفد كبير ورفيع المستوى سواء على الجانب الحكومي أو على الجانب الخاص وده حقيقة بيعكس كمان الشراكة وعلاقات الأخوية المتميزة والراسخة على كل الأصعيدة مع دولة الإمارات الشقيقة كمان خلينا أقول لكم أنه فيما يتعلق بالقمة العالمية للحكومات فهذه القمة مهمة للغاية لأنه بيشارك كمان فيها أكتر من 20 رئيس دولة وعشرات المسؤولين والوزراء على كل المستويات العالمية عادة القمة العالمية للحكومات بتبقى فرصة لعرض التجارب الحكومية المختلفة وصبل الابتكار الحديثة في التغلب على الأزمات اللي بتواجه الشعوب وبتبقى فيها ورشات عمل وأيضا جلسات حوارية وبيبقى فيه فرصة لتلاقي الخبرات المختلفة ما بين الحكومات وبتهدف في نهاية الأمر وغايتها أنه يكون فيه أسليب حكمة صحيحة في ظل هذا العصر وتنامي القدرات التكنولوجية المختلفة فيه كمان بيشارك فيها مجموعة من الشخصيات الدولية البارزة على مختلف الأسعادة يعني هنجد مثلا أنه بيشارك مثلا رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والمؤسس ليكلاوش شواب وده أيضا منصب كبير ومهم لغاية كريستينا جورجيفا المدير التنفيذي أيضا للصندوق النقد الدولي وأيضا عندنا السيدة ناجوزي أوكونجو إيويلة مديرة منظمة التجارة العالمية وعندنا مشاركة كبيرة كمان السنائل العدد كبير من شركات الطاقة والمعنين بالطاقة منهم مثلا شركة سيمينز وعدد من الشركات الغاز والبترول الكبرى في العالم كمان هيكون هذا العام خلينا نقول أكتر من 10,000 مسؤول حكومي 52 وزير و300 متحدث عالمي في مختلف أنشطة الاقتصاد وحيكون فيه خلال القمة أيضا إنعقاد لـ 22 منتدى بيعملوا على محاور مختلفة وشركات مختلفة كمان من المواضيع المهمة اللي هيتم ترححها السنة دي فيه المنتدى العالمي للحكومات وده شيء مهم جدا ما يتعلق بمستقبل التعليم وأساليب تطويره فهيبقى فيه فرصة أيضا للاحتكاج بالتجارب دول مختلفة خاصة إن الإمارات كمان لديها رؤية كبيرة في هذا المجال وكمان هيكون فيه فرصة للعمل كمان على استكشاف فكرة تصاميم والمدن الحديثة واستدامة المدن العالمية وده جزء كبير ليه علاقة كمان بالبيئة والإمارات هتستضيف بقى كوب 28 فطبعا ده تمهيد عظيم فيه كمان ما يتعلق بحوكمة المرونة الاقتصادية في ظل طبعا العصر اللي بنشوف فيه أزمة اقتصادية طحنة تضرب العالم والمنطقة وعادة بيبقى كمان فيه ختام المتمر الدولي للحكومات أو القمة العالمية للحكومات ده فيه كمان توزيع الجوائز المتعلقة مثلا بأفضل وزير أفضل تجربة حكومية أفضل تطبيق إلكتروني بيبقى فيه كمان جائزة التميز الحكومي العالمي وجائزة كمان الابتكارات الخلاقة اللي قام بيها الحكومات ترجمة نانسي قنقر